موسيقى حياكم الله مشاهدين ما زلنا مستمري معاكم في آخر فقاراتنا لهذا الصباح وفي ظل عصر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي التي عذابت جديد المسافات بين نجوم الشاشات التلفزيونية والجمهور انتشرت ظاهرة التقليد الأعمى للمشاهير من قبل المراهقين والشباب الذين باتوا يتأثرون بمظهر نجومهم المفضلين وتصرفاتهم إلى حد الهوس الأمر الذي يهدد شخصيتهم المستقلة ومفادئ تربيتهم في كثير من الأحيان مشاهدين الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الستوديو الدكتورة ألا أطلائي أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشارقة صباحة خير حياتها الله ويانا صباحة عنوار وبركة إن شاء الله الله يسل الله يبارك فيك مرحب أبت في صباح الشارقة بما نتكلم عن هذه نقطة مهمة في مجتمعنا وفي جيل نتمنى أن يكون واعي ومثقف وملم بفعلاً نمط الحياة الحقيقية الأساسية يعني اليوم الشباب وتقليدهم والهوس هذا اللي صاير على المشاهير على النجوم في شتى المجالات في الفنية ولا غير الفنية هل يعتبر هذا الهوس دكتورة يعني مرض نفسي أو هو مجرد موجة شديدة يمرون فيها المراهقين أولاً أحييكم أحييكم على مواضعكم الهادفة والتي تهدف إلى إصلاح المجتمع أو تنمية الوعي لدى أفراد المجتمع بالبداية أود أنه أذكر أنه ظاهرة الهوس هي ظاهرة قديمة ومنتشرة منذ سبعينيات القرن الماضي ممكن نذكر أفراد المجتمع يميلون إلى تقليد الفرق الموسيقية إلى تقليد الرياضيين المشهورين إلى تقليد بعض المشاهير إلى آخرهم لكن الآن في وقتنا الحاضر أخذت بآليات جديدة التقليد بدأ بآليات جديدة بدأ المجتمع يتقبل فكرة أن أبناء أو فئة الشباب ممكن أن يقلدون المشاهير في مختلف المجالات السبب في ذلك هي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والفضائيات التي تطرح المشهور أو الشخص المعني بطريقة تجذب الآخر له وتجعل منه قدوة له فضلا عن غياب المثل الأعلى بالنسبة للشاب أو المراهق الذي كان يقتدي بشخصية والده شخصية والدته شخصية معينة والسبب أيضا في ذلك الأعمق من ذلك أنه هي أساس التربية الاجتماعية والتنشئة في الأسرة عندما يرى الأبن على سبيل المثال أو البنة الأم تتابع شخصية تمثيلية ممكن أن تؤدي دوره ومتلهفة لمتابعتها وتتكلم عن ملابسها عن شكلها عن إلى آخره حياتها الخاصة إلى آخره فاحتياجي هو رح يتأثر بهذه البيئة الاجتماعية سواء كانت فتاة أو فتاة ويحاول أن يقلدهم ويتأثر بعد بالشخصيات مثل ما ذكرتي دكتورة ألا بالشخصيات التي على سبيل المثال الأم التابع وحتى الأب أو أفراد الأسرة بشكل عام لكن دائما نقول أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين وواقع التواصل الاجتماعي نفس الحكاية سلاح ذو حدين لكن كيف ممكن أن نحن بعض الأشخاص يقلدون تقليد لكن يكون إيجابي من خلال اتباع الصفات الحميدة أو تقليد الصفات الحميدة هذا الشيء طبيعي لكن كيف ممكن أن نبعد أبنائنا بأنهم يقلدون تقليد أعمى وتقليد يكون خطر عليهم وشكل خطر عليهم على شخصيتهم بعد في المستقبل مثل ما ذكرت قبل قليل المسؤولية تقع على عاتق الأسرة الأسرة تتحمل مسؤولية جدا كبيرة وجود الأم ساعات طويلة خارج المنزل أو وجودها أمام شاشة التلفاز أو وجودها مع موبايلها الخاص ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كل ذلك ينقل فكرة أن الفعل التي تؤديه الأم أو الأب ممكن أن يكون صحيحا فيقلده الأبناء بشكل بسيط ويتابعون خياراتهم في متابعة المشاهير أو تقليدهم فضلا عن أن الشاب أو الشابة أو المراهقة يتأثرون بجماعة الرفقة فضلا عن أنهم يتأثرون بالبيئة المحيطة بهم في المدرسة كل ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تقمصهم لمثل هذه الشخصيات المشهورة ومحاولة تقليدهم لأن المثل الأعلى كما ذكرنا قبل قليل ممكن يكون غير موجود نعم دكتورة المراهق لما يروح لمسألة التقليد سواء في تسريحة الشعر، سواء في لبسة، سواء في لبسة بعض الأكسسوارات يعني يصلون لهذه المراحل وأكثر من هذه المراحل يعني العامل النفسي هل هو فعلا يستشعر أنه شاب وأنه فعلا هو يعني هو ما يبيوصل لهذه الشهرة لكن الأثر النفسي عليه لما يقلد يعني شو يستشعر هذا الشاب؟ أثر إيجابي وأثر سلبي الأثر الإيجابي نذكره حتى شوية معنوياتهم تختفى أنهم يلاحظون أنه هناك تقدير لذاتهم من الآخر لكن من يكون ذلك الآخر؟ هل هو الجيل الأكبر منهم؟ الجيل اللي يعلمهم؟ أم الجيل اللي بأمرهم؟ أكيد يكون بأمرهم سواء كانوا الرفقة، المدرسة، زملائهم، أخوتهم الأصغر من أدهم فيلا يكون تقدير من أدهم وتشبه كذا تشبه كذا إلى آخرهم هذه نقطة النقطة الأخرى السلبية أنه هي عبارة عن اضطراب نفسي اضطراب نفسي عدم نضج في شخصية الفرد تصل به إلى مرحلة تقليد الآخر نعم طبعا دكتورة ألاء نحن نستكمل حوار نحول موضوع التقليد الأعمى ومواقع التواصل الاجتماعي كيف يمكن تؤثر على أبنائنا، على الشباب، على المراهقين والأطفال بشكل خاص بشكل سلبي لكن بعد هذا الاستطلاع، عندنا استطلاع رأي، نشوف آراء الجمهور حول هذا الموضوع نشاهدين خلينا نروح لهذا الاستطلاع الرأي، نشوف من خلال آراء الجمهور حول هذا الموضوع التقليد الأعمى من مواقع التواصل الاجتماعي ونريد نستكمل فقرتنا المشاهر لازم يكون أول شيء أن القدوة العلوة للناس وبينه للناس أنه الأشياء الإيجابية ما يبينه الشيء السلبي كما أنه في صغار بيتابون فأكيد راح يخطدوا فيهون يشوفون مثالهم الأعلى فلازم يتعاملوا بطريقة صح ويوعوا المجتمع أكثر ما يكون المجتمع أي شيء أعتقد أنها شغلة سلبية تقليد الأطفال ولكن تكمن في نوع التقليد إذا كان التقليد إيجابي أو سلبية ولكن بالغالب دائما التقليد في مجتمعنا خصوصا العربي التقليد السلبي ما عندنا تقليد إيجابي فأعتقد أنه الشيء سيء أعتقد أنه هي ظاهرة يعني ما أعتقدها صحية ولكن أنه الشيء منطقي أنه يصير لأنه بالآخر الإنسان في طرده أنه يقلد فتقليد المشاهير راح يضلوا موجود يعني ونحاول إحنا نعمل رديوس أو نقلل من هاي الظاهرة قدر بإمكان وشو بدل الناس الأطفال بالمشاهير وهالأشي؟ خلص كل واحد يتصرف على طبيعته كل واحد لحاله يعني ما إلون علاقة أبدا بالمشاهير وكل واحد حر بحاله يعني لأن الناس الأطفال يتقلدوا مش هو اللي يبقى قدور غيره حاجة خطأ يعني لأنه مش كل حاجة هما بيعملوها تبقى صح وبالذات أن الأطفال هما بيحبوا يقلدهم يليها وجهة نظر صح وليها وجهة نظر خطأ يعني إنهوا في التقليد ممكن يقلدوا في حاجة في مظهر حضاري كويس إنهوا في تبرع في إنهوا ما ينتبهوا للأطفال الشوارع إما هما يهتموا مثلا بالشارع النظافة العامة كذا يعني لو في تقليدهم في الطريقة دي هيبقى حاجة كويسة إذن مشاهدين طبعا شوفنا هذا الاستطلاع البسيط أراء الناس ووجهة نظرهم في مسألة التقليد ويعني خلنا يعني يعني حوس التقليد بالنسبة للمشاهير ويعني في وسع التواصل أو عن طريق حتى التلفاز أو غيره نرجع لدكتورة ألا يعني هذه يعني استمعت إلى يعني بعض الاستطلاع شو رايج فيه؟ الاستطلاع موجه وإيجابي لمحاربة مثل هذه الظاهرة بس حقيقة حقيقة كان بنفسي أنه نرصد بعض الحالات التي تقلد المشاهير ونسمع آراءهم حتى يكون مقارنة بين الجمهور أو أفراد المجتمع لأدهم دافع الإيجابية وتقليد المشاهير أدهم في توظيف الأعمال الخير مثل ما ذكروا أو زرع قيمة التعاون أو العطاء أو إلى آخر ونسمع الرأي المخالف الشباب عادة عندما تكلمهم في هذا الموضوع خاصة الذين يقلدون المشاهير دائما يدافعون عن أنفسهم المظهر لا يدل على الجوهر عندي حرية شخصية وأحب أن أجدها في مجتمعي المفروض أنت تتقبلني كما أنا لأني أنا أتقبلك كما أنت وإلى آخره من التبريرات التي نسمعها من شبابنا نحن نعذرهم ونفسح لهم مجال من التعبير مجال من إثبات شخصيتهم لماذا؟ لأننا في مجتمع متغير تحت تأثير الفضائيات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ولا يمكن أن ننكر أو نستبعد هذا التأثير ولا يمكن أن نغلق عليهم جميع الأبواب نحن في مجتمع منفتح سواء في مجتمعنا الخاص أو المجتمعات العربية الأخرى وحتى المجتمعات الغربية نعم دكتورة كثير هل هو من الصحيح يعني إذا مثلا هناك المراهقة أو المراهقة أبدت مثلا أو بدأ عليها مثلا تقليد مثلا شكل معين شخصية معينة هل الحزم في هذا الموضوع أن لا يعني يعني العقاب أو أن مثلا مثل ما ذكرتي يعني تفضلتي نعطيها المساحة لكن التذكير دائما أن هذا أن هذا كذا أن هذا قد يجرج مثلا إلى مواقف أخرى إلى كذا يعني هل من الصحيح أن تخليها تخوض التجربة وهيد مثلا من خلال المواقف تفهم أن هي خطأ مثلا هذه الطريقة صحيحة الكلام الذي ذكرت حضرتك بنوع من الصحة خاصة في أن المراهقة أو المراهقة يجب أن يخوضوا بعض التجارب لكن المفروض أن نسبة وعي الأسرة ونسبة وعي الوالدين تكون مرتفعة بحيث أن هم يحتضموهم في جميع الأحوال يراقبوهم بدون ما يشعر المراهق أو المراهقة يتابعوهم يتابعون أصدقائهم يتابعون حتى الوقت الذي يقضوا مع أنفسهم في مواقع التواصل الاجتماعي في هاتفهم في جهاز الحاسوب إلى آخره يجب أن يكون مراقباً لننطيهم المجال بشكل كبير لخوض هذه التجربة لماذا؟ لأنه ممكن أن هذه التجربة تؤدي إلى آثار نفسية وخيمة فضلاً عن الآثار الاجتماعية التي الآن حالياً نتكلم عنها من كونها ظاهرة وهذه الظاهرة يعاني منها المجتمع ويرفضها المجتمع خاصة أقلاء المجتمع أكيد يعني ومثل ما أقلت هي مسؤولية تقع على آتق في النهاية الأب والأم والأسرة يعني أو رب الأسرة كل عام يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك دكتورة ألاء نحن شاكلتك سوادت معنا اليوم في استوديو صفاح الشارع أهلاً وسهلاً لكم شرفنا الله يسلم شافيك إذن مشاهدينا كل شكر والتقدير مرة أخرى للدكتورة ألاء الطاية أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع كلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة الشارقة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة كانت هذه نهاية فقرتنا وحلقتنا على أمل لكم باتشراً إن شاء الله ومع السلامة وتقبلوا تحياتي أخوكم جمال الصميطي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة